أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجر والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان حلق الإنسان من صلصون كالفخور وخلق الجن من مارج من مار النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في المحرك الأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شئ فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أخطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسلوا يرسلوا عليكما شواب من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شرطت السماء فكانت وربة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ثنبه إنس ولا جام فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان وَلِمَنْ وَلِمَنْ حَوْفَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ ذَوَاتَ ذَوَاتَ أَفْنَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقُ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ فِيهِنَّ قَاسِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطُمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ كَأَنَّهُنَّ الْيَعْقُوتُ وَالْمَرْجَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ مُدْهَامَتَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ فِيهِمَا عَيْنَانِنَا الضَّوَخَتَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَمَخْلٌ وَرُمَّانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ حُورٌ مَقْسُورَاتٌ فِي الْخِيَامَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ لَمْ يَطْمِقْهُمَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ قُضٍّ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم